حالات المادة State of Matter تتواجد المادة في ثلاث حالات رئيسية وهي الصلبة والسائلة والغازية في الحالة الصلبة ترتبط الجزيئة مع بعضها البعض بروابط داخلية قوية وتصبح الطاقة الحركية للجزيئات في أدنى مستوياتها ولذلك تكتسب المادة الصلبة عدة خواص منها عدم قابليتها للانضغاط ولا للسريان وتأخذ المواد الصلبة شكلا محددا وحجما محددا في الحالة السائلة ترتبط الجزيئات بقوى ربط جزيئية أضعف من الحالة الصلبة وتصبح الطاقة الحركية للجزيئات كبيرة نوعا ما وتتحرك الجزيئات ويكتسب السائل عدة خواص أهمها قابليته للسريان ولكنه غير قابل للانضغاط ولا يأخذ السائل شكلا محددا وإنما يأخذ شكل الإناء الذي يحتويه في الحالة الغازية المسافات بين الجزيئات كبيرة جدا وقوى الربط الداخلية ضعيفة جدا والطاقة الحركية للجزيئات أعلى ما يمكن وتتحرك الجزيئات حركة حرة في جميع الاتجاهات ولذلك اكتسبت الغازات الخواصة التالية الغازات قابلة للانضغاط وليس لها شكل محدد ولا حجم محدد وتكون قابلة للسريان ترجمة نانسي قنقر